اشتركوا في القناة وذلك عن طريق الشركتين يوزماش وكيبي يوزني الاولى متخصصة في تصنيع الصواريخ الفضائية وثانية في تصميم الاقمار الاصطناعية وحسب نفس المصادر فان المسؤول المذكور اكد ان الوكالة تحضر لانشاء محطات الانتاج واطلاق الصواريخ في كل من استراليا والمغرب بشاركة مع المانيا والذي سينتج العشرات من مركبات الاطلاق في غضون سنوات قليلة